طيب هنروح لمنتخب سيدات الكرة الطائرة اللي الحقيقة بيمثله 14 لعبة 700 من النادي الاهلي بس قبل ما نروح للخبر ده خلينا نروح للرجال الأول الرجال الأهم دي يعني السيدات بطولة وانتهت بس خلينا نقول للرجال عشان الرجال عندهم بطولة أفريقيا قادمة الرجال طبعا مديره الفني الإيطالي فلافيو كان جمع المنتخب واستعده طبعا صورة المدير الفني الجديد للكرة الطائرة رجال واللي أخذ الفرقة ورحمه أسكر في سلفينيا وتركيا ومقدونيا عملوا مرشات كويسة فيه خمس لعبين في التشكيل النهائي للمنتخب من أصل 14 لعب ألا وهم محمد صلاح حسام يوسف عبد الرحمن سعودي محمد رمضان محمد عصران أكيد كنا هنضيف عليهم عبدالله عبدالسلام لو ما كانش مصاب يعني خمسة النهاردة من النادي الأهلي انضموا لمنتخب الرجال عندهم بطولة أفريقيا فيه لومين الجايين بطولة أفريقيا مهمة جدا 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 وعلى ملعبنا ويمكن آخر بطولة نظمت في مصر بطولة أفريقيا لرجال الكرة الطائرة خسمناها من تولس فالنهاردة انت مهم جدا تكسب مهم جدا تتأهل من بطولة دي لبطولة العالم يعني عندك مكاسب كتير جدا معاك مدير فني جديد الحقيقة لمشتاق أشوف الفريق الجديد بالشكل الجديد تحت القادرة الفنية الجديدة لأنه لما نلاقي أن عبدالله عبدالسلام وإحمد صلاح رحبوا أو رحبا بالانضمام لمنتخب مصر يبقى أكيد هم شايفين أن الدنيا مختلفة الدنيا مختلفة أو في قيادة فنية جديدة في دم جديد فوجود أحمد صلاح وكان عبدالله عبدالسلام قبله لو لا الإصابة وأنه ما تمثلش الاشتفاء أكيد ده بيدي إنديكيشن معين أو بيدي مؤشر أنه الروح مختلفة والدنيا غير الدنيا نتمنى كل التوفير لمنتخب مصر للكرة طائرة وأتمنى أن بعد انتهاء من بطولة منتخب مصر الدولة يبتدي بدلي شوي مش لازم نقعد ديسمبر زي كل سنة ونوفمبر عشان نبتدي ونقلص الدولة في شهر ستة وسبعة وبعد رمضان يعني أنا عايزة الدنيا تبقى طبيعية المنتخب خلص والسيدات خلصت خلاص والخبر اللي بقى كده السيدات الرجال تخلص ابتدي البطولة بتاعتك المحلية مش لازم نقعد إيه نطول في الأمور لأن لما بالطول الأمور يعني بيبقى الأزمة مع اللعيبة إصابات المنتخب ما بيخدش وقته في الإعداد في الصفل اللي بعده يعني لازم نبتدي بدلي ودي يعني همسة في أدن اتحاد كرة الطائرة خاصة لجنة المسابقات